الاموال لنفسه والناس انما يأتون بالصدقات للكنائس لتوزيعها على الفقراء والمساكين لا للجمع حتى جمع سبع قلال من الذهب والفضة القلة هذا الاناء الكبير من الخزب ودفنها وكان هذا جمع المال عند منع وهرب العلم هذا نقص ومنقصه ومشين عندهم فلما جاب يعملون جنازة كبيرة قال لهم سيدنا سلمان هذا ما يصلح هذا هذا ليس مستقيم على الدين قال ما دليله قال دليله هذه القلال بأرشدكم اليها المدفونة فيها من الفضة والذهب الكثير ولم مره لذلك قال هذا ليس عالمنا هذا جاهلنا فاجمعوا ان يجعلوه على عمود في السوق ويصلبونه ويصلبونه حتى يكون عبرة لغيره ولم يدفنوا ولم يدفنوا ليه لان كانت علماء النصارى ما يجمعون الاموال بل يزهدون الناس في الدنيا ويأخذونها من الناس اللي يعطوها للفقرة والمساكين ولهذا لما قال رأى شخصا يعزرونهم لماذا لا تعزرونه قال حصلوه نصف درهم مربوط في حقه الثوب نصف درهم قال هل ربط الدرهم في الثوب مذموم وقال نعم لمن كان في هذا المنصب عندنا وعندكم وعند نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعني أدلنا أنها منهية عنها الدنيا أي الدنيا المنهية عنها التي تأخذ من غير حلها وتوضع في غير محلها وتشغل عن الله وتشغل عن ما أوجب الله وتوقع في ما حرم الله أذمن أما الدنيا تعينه على طاعة الله فإنها وسيلة للآخرة على هذا الزهد كان محله القلب وليس محله أن يلبس الثياب الوسطى حتى يعتقد الناس أنه زاهد لبث ثياب مرعب له حتى يعتقد الناس أنه من الزاهدين لا الزهد خرق في القلب إنما تبرهنه الآثار الظاهرة في كل شريعة الزهد محمود بل هو طريق إلى وصول النور إلى القلب متى؟ خروج محبتها من قلبه وليس خروج يدها قد تكون في اليد لكن ليست في القلب وهذا المطلوب تعمل الأسباب ما فيه شيء لقد لا تجعل الدنيا في قلبه اجعلها في يدك لتقضي بها الحاجات اجعلها في يدك وسيلة اجعلها في قدمك تحميك من الحر والبرد ومن الشوك والوسخ ولا تجعلها على رأسك لتتزين بها أمام الناس فهذا هو المصيبة الذي وقع فيه الناس في هذا الزمان جعلوها على رؤوسهم ليتزينوا بها ولم يجعلوها على أقدامهم لتحميهم بها من أوصاخ الزمان ومن حر الزمان ومن برد الزمان لا فجعلوها في قلوبهم وجعلوها على رؤوسهم يتزينون بها فليهذا ترى في حالة المجتمعات الإسلامية إلى الوراء إلى الوراء بل أن هم الولد من الصغر كذا هو يعلمونه من الصغر في اس دي ولا في الابتدائية يعلمونه كيف محبة الدنيا يعلمونه محبة الدنيا ايش انت بغيت انت ايش بتصير انت كأن الصيرورة بيد الانسان ما يعلمونه أن مستقبلك بيد الله سبحانه وتعالى من الآن يا الله معاهد ومدارس تخرجها كذا من من البداية من اس دي من البدائية يعلموا الثقة بالله لا يعلمونه من الصغر عدم الثقة بالله وأنه هو الذي يكون نفسه حتى لا يطلب العلم لله ولا يعمل لله فيعمل كل شيء بمقابل اعمل بنعطي كذا سوي بنعطي كذا فينشأ الطفل على محبة المال ومحبة الدنيا وتغرس في قلبه من الصغر فإذا قدخلت احتاج إلى خروجها إلى عمل وجهد شهيد جهد جهيد الله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا فساد سيدنا سلمان يبحث عن الحقيقة فوفقها الله للوقوع على الحقيقة ليه أن يريد الحق لا عنده خوالة عنده طمع في أمر من أمور الدنيا يريد الوصول إلى الحق فقيد الله له أسباب الوصول إلى الحق حتى التحق بالحق وسيد أهل الحق محمد صلى الله عليه وسلم تروني قال سلمان وعند ذلك جاءوا برجل آخر وجعلوه مكانه فما رأيت رجلان لا يصال الخمس أرى أنه أفضل منه أي لا أظن أحدا من غير المسلمين أفضل منه ولا أزد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا فأحببته حبا شديدا لم أحبه شيئا قبله فأقمت معه زمانا حتى حضرته الوافا فقلت له يا فلان إنني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبله وقد حضرتك من أمر الله ما ترى فإلى من تسيبي قال أي بني والله ما أعلم أحدا على ما كنت أليه ولا قد هلقى الناس وبدلوا وتركوا أكثر مكانوا أليه إلا رجلان بالموسيل وهو فلان فهو على ما كنت أليه فلما مات ودفنا لحقته بصحب الموسيل فأخبرته خبري وما أمرني به صحبي فقال أكم اندي فأقمت عنده فواجاته على أمر صحبي فأقمت عنده خير رجل فلما حتدرا كنت يا فلان إننا فلان أو صبي إلايك وامرني باللحقب وقد حضرتك من أمر الله ما ترى فإلى من تسيبي وبي ما تأمورني قال يا بني والله ما أعلم رجلان على ما كنت أليه إلا رجلان بنا سيبي بنا سيبي وَوَفُلَانٌ فَأَلْحِقْبِهِ فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ لَحِقْتُ بِصَحِبِ نَسِبَيْنِ فأَخْبَرْتُهُ غَبَرِي وَمَأَمْرَنِ بِهِ صَحِبِي فَقَالْ أَكِمْ إِنْدِي فَأَقَمْتُ إِنْدَهُ فَوَجَتُهُ على أَمْرِ صَحِبَيْهِ فَأَقَمْتُ مَأَخَيْرِ رَجُلِ فَوَاللَّهِ مَا لَبِسْتُ أَنْنَزَلَبِ الْمَوْتِ فَلَمَّا اْتَدَرْ كُلْتُ لَهُ يَا فُلَانِ إِنَّ فُلَانًا أَوْسَوْبِ إِلَا فُلَانًا ثُمَ إِنَّ فُلَانًا أَوْسَوْبِ إِلَيْكَ فَإِلَا مَنْ تُسِيبي وَإِلَا مَنْ تَعْمُرُونِ فَقَلْ يَا بُنَيْ مَا أَعْلَمُ بَقِيَا مَا أَعْلَمُ أَحدٌ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا باقية على امرنا ما علم احدا باقية على امرنا فقال يا مني ما علم احدا باقية على امرنا ان تاتيه الى الرجلن بعمريه من ارد الروم فإنه على مثل ما نحن فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ فَلَمَّا مَتَ وَدُوْفِنَا لَحِكْتُ بِصَحِبِ عَمُّرِيَهِ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي فَقَالْ أَكِمْ إِنْدِي فَأَقَمْتُ إِنْدَا خَيْرِ رَجُلْ عَلَى هُدَى أَسْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ على هده أَسْحَابِهِ على هده أَسْحَابِهِ وَأَمْرِهِ فَقْتَ سَبْتُ حَتَّا كَانَ لِي بَقَرَتْ وَغُنِيمَةً بَقَرَتْ وَغُنَيمَةً فَأَقَمْتُ إِنْدَا خَيْرِ وَثُمَّا نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَ فَلَمَّا احتَدَرْ كُلْتُ لَهُ يَا فُلَانِ فَأَسْحَابِهِ لَهُ يَا فُلَانِ فَأَسْحَابِهِ لَهُ يَا فُلَانِ فَأَلَمَنْ تُسِحْبِهِ وَبِمَا تَعْمُرُونِي فَقَالَ اَيْبُنَيْ وَاللَّهِ مَا عَلَمُ أَسْحَابَهُ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ النَّاسِ أَمُرُكَٰ أَنْ تَعْتِيَهُ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَدُلَّ اَيْ أَقْبَلَ وَكَرُبَ زَمَانُ نَبِيٍ مَبْعُوذٍ بِدِينِ إِبْرَهِمِ يَخْرُجُ بِأَرْدِ الْعَرَبِ مُهَاجَرَهُ إِلَى أَرْدٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلُنِ لَهُ عَلَامَتِ يَأْكُلُ الْهَدِيَةِ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةِ بَيْنَا كَدِفَيْهِ خَطَمُ النُّبُوَّةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِدِلْكَ الْبِلَادِ فَافَعَلْ ثُمَّ مَا تَوَدُفِينَ وَهَادَ سِيَاقْ يَدُلْ أَلَا أَنَّ الَّذِينَ جَدَمْ أَبِهِمْ مِنَ النَّاسَرَوْا أَلَا دِينِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَرْبَعَةِ وَفِيْ قَلَامِ السُّهَيْلِيَ أَنَّهُمْ ثَلَثُونَ وَكِلَى أَرْبَعَ وَعِشْرُونَ قَالَ سَلْمَنْ ثُمَّ مَا رَبِيْنَ فَرُونَ مِنْ كَلْبِ تُجْرُ مِنْ كَلَبْ تُجْرُ مِنْ قَبِيلَةِ كَلْبِ ثُمَّ مَا رَبِيْنَ فَرُونَ مِنْ كَلْبِينَ تُجْرُ فَقُلْتُ لَهُمْ إِحْمِلُونِ إِلَا أَرْدِ الْعَرَبِ وَعُوتِيكُمْ بَقَرَةِ هَدِهِ وَغَنَمِي فَقَالُوا نَعَمْ فَعَتَيْتُمُّهَا فَحَمَلُونِ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بِ وَا دِلْقُرَى وَوَمَحَلْ مِنْ عَمَالِ الْمَدِينَ الْمُنَوَّرَةِ ظَلَمُونِي فَبَعُونِي مِنْ رَجُلِنْ يَهُدِي فَمَكَسْتُ إِنْدَهُ فَرَأَيْتُ النَّخْلَى فَرَجَوْتُ أَيَّكُلَ الْبَلَالَ الَّذِي وُسِفَ لِي وَصَفَ لِي صَحِبِي وَلَمْ أَتَحَقَّقْ ذَلِكُ فَبَيْنَا أَنَّا إِنْدَهُ إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ إِبْنُ عَمِنْ لَهُ مِنْ بَنِي قُرَيْدَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَبَتَعَنِي مِنْهُ فَحَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ مَاهُ إِلَّا أَنْرَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا أَيْتَحَقَّقْتُهَا فِي عَذْكٍ أي نخل لسيدي أعمال فيه بعض الأمال وسيدي جالس تحته إذا أكبال ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني كيلة أي وهم الأوس والخزراج بني كيلة نسبة إلى إلى جدتهم كيلة من اليمن الأوس والخزراج وناس من أهل اليمن ومول من نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبايعه البيعة الأولى العقبة الأولى والعقبة الثانية على حمايته ونصرته بأموالهم وأنفسهم وأولادهم قالهم بني كيلة هم ينقسمون إلى قسمين الأوس والخزراج الأوس والخزراج لأننا قيلة أمهم والله إنهم الآن مجتبئون بكباء على رجلين قدما من مكة اليوم يزؤمون أنه نبي قال سلمان فلما سمعتها أخذني العروا وهي الحمى النافذ حتى دوننت أني ساكت على سيدي فنزلت عن النخلة فاجعلت أقول لبن أمه لبن أمه ذلك ما تقول فغضب سيدي ولكمني لقم شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك فقلت لا شيء إنما أردت أن استثبته فيما قال أن أستثبته أن أستثبته قال سلمان وَقَدْ كَانَ إِنْدِي شَيْءٌ جَمَعْتُهُ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَيَّكُنَ تَمْرَنُ وَلِأَيَّكُنَ رُطَبَنُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَدْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ بِكُبَاء فَدَخَلْتُ عَلَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي قَدْ بَلَغْنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَلِحٌ وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غَرْبَاءٌ ذَوُّ حَاجَةٌ ذُو وِجَاجَةٌ وَدَخَلْتُ عَلِهُ ذَوُّ حَاجَةٌ ذَوُّ وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ إِنِّدِ لِلِصَّدَقَةٌ فَرَعَيْتُ كُمْ أَحَكُ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَرْرَبْتُهِ لَيْهِ فَقَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ سَلَمَ لَا أَصْحَابِهِ قُلُوا وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَكُلُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِ هَذِهِ وَحِدًا أَيْبْنَ الْعَلَامَتِ أَعْنِي كَوْنَهُ لَا يَكُلُ السَّدَقَةٌ قَالَ سَلْمَنْ ثُمَّا سَرَفْتُ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْءًا وَتَحَوَّلَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ 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 وَسَلَمْ لِلْمَدِينَةِ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ كَلَا تَأْكُلُ السَّدَقَةٌ وَهَدِهِ هَدِيَ أَكْرَمْ تُكَ بِهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ 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 وَسَلَمْ وَأَمَرْ أَسْحَبَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ فَقُلْتُ فِي نَخْسِهِ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ 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 وَسَلَمْ وَهُوَ بِبَكِئِ الْوَرْقَةِ وَقَتَّ بِأَ جَنَازَّةَ الرَّجُلِينَ مِنْ أَسْحَبِهِ وَهُوَ كُلْثُمْ بِنْ الْهَدِمْ الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قباء عندما قدما المدينة قال سلمان وكان عليه صلى الله عليه وسلم شملتان فجلسا مع أصحابه فسلامت عليه ثم ابتدرت أندر إلى دهره الار الخاتم الذي بصف لي فألقى رداه أندهره فندرت إلى الخاتم فأرفته فأقببت عليه وقبله وأبقي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي قال ابن عباس رضي الله عنهما فعجب الرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمان هذا ما شاء الله كان في طلب الحقيقة رحلة طويلة وهو من المعمرين عمر ستين سنة قبل الإسلام عاش وستين سنة بعد الإسلام عمر طويل عمر مديد مليء بالحوادث ومليء بالخير ومليء بالبركة ستين سنة في طلب الحقيقة وطلب الحق حتى وفقه الله للوقوع على الحق وستين سنة بعد اجتماعه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام نعم من الله سبحانه وتعالى تنقل من بعد أن تولى من الأسقف من هو صالح عند الوفاة قالها أرشدني وهكذا تنقل من علماء النصارى من الذين هم على قدم سيدنا عيسى حتى متى على كثيرين قال بعضهم ثلاثين من العلماء وقال بعضهم أربع وعشرين وذكر هنا في هذه القصة أربعة آخرهم صاحب عمورية عمورية هذه كذا فلما حضرت في الوفاة قالها قد أوصيت قبلك بكثير من الأساقفة والآن تصيني بمن الآن هكذا كان حتى المشيخ كان من أول يوصون طلبتهم إذا جرى علي أمر الله كذا 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 لأنهم يحبون أولادهم يحبون طلبتهم وإذا مات الشيخ قاموا الطلبة كلهم مشايخ ما شاء الله تجسدت فيهم شخصية الشيخ هذا كلكم ما شاء الله أقطاب أولياء وكلكم علماء خلاص أعتقد فيهم أنهم خلاص علماء ما يحتاجون إلى مربي ولا يحتاجون إلى مسلك لا يحتاج إلى ماذا ذاك علي مرتضى لا يتلسل عند الحبيب علي بن عبد الله هدد لما توفي الحبيب علي فأنا بغيت لحد مرشدناها للبيت النبي محمد صلى الله هل أحب علي بن ثقاف ثقاف وجلس على يده وقال كانوا تلميذ الواحد منه لقطاب الحبيب علي بن عبد الله هل أحد خلاص بيقع الشيخ كبير قال أبو قتل ياه الشيخ من هلبيت النبي بحث ما وجد أفضل من حبيب علوي فخضع له ما إن شاء الله فنفع الله به وبقي ذكره إلى اليوم حسن هكذا كان الطريقة السابقين والصادقين من الأمم السابقة كذلك هذا سلمان أصابه هذا عالم عمورية قال هنا ما عاد عرف في هذا الزمان أحد يمشي على قدم سيدنا عيسى في هذا الزمان لكن الآن قد قرب وقته نبيه آخر الزمان وولده بمكة وهجرته إلى المدينة أرضه ذات نقل ووصف المدينة له وصفا كاملا فاشتاغ فمات ذلك فاشتعل خاطوري لأن يذهب إلى المدينة ولا عنده شيء من المال إلا كان أعطي بعض البقر والغنم فوجدها ناس من العرب فقال لهم أنتم منين؟ قال نحن تعرفون هذه البلاد وصفهم المدينة؟ قال نعم نعرفها قال خلاص أنا بس بغاية منكم توصلون إلى تلك البلاد وأعصيكم من حقي الأبقار والأغنام هذه وصفقة كبيرة هذه لكنهم كانوا من اللئام وليسوا من الكرام فأخذوا الأجرة ولما وصلوا ضواحي المدينة أسروا وقيدوا ودخلوه إلى السوق وقالوا هذا عبد من يشتري أخذوا ماله وأخذوا نفسه عبد من يشتري فعرفوا أنهم لئام وليس منها من العرب الكرام فباعوا وأخذوا أمواله بعد يوم باعوا واشترى أحد من هناك نهل تلك البلد وأشغله بالعمل في المزرعة هناك المدينة كانت والأرض ذات نخل فصار يطلع النخلة ويبسق النخلة ويقطع ويشتغل وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يدري وهو في المدينة ليه؟ قال لأني كنت في أشغال الرق ويشتغل حتى ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدري به ثلاثة عشر سنة فلما هاجر إلى المدينة وهو كان في أعلى النخلة يقطع هذا الرطب للسجيده وهذا يسمع يتكلم مع ابن عمه أن بني قيلة أي الأوسو الخزيرة يجتمع على ذلك الذي يدعي أنه نبي ولا مجتمعين حواليه لنصرته فسمعت ذلك فأخذتني رعدة نفضة من شدة لا أشوق لهذا النبي فلما خرجت ماذا تقول فلما سمعه هذا سيده بطمة ولطمة قال ايش عليك من هذا الكلام شوف شغلك فسكت قال فلما سألت فإذا هو جالس فكان عندي شيء من التمر قد جمعته وقد أخبرني صاحب عمورية هذا الأسقف أنه نبي آخر الزمان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه علامة خاتم النبوة أعطاه ثلاث علامات قال قال أنك رجل من حاجة ومعك ناس ذو حاجة وهذه جمعته هذا من زمن التمر والآن هو لكم صدقة لك ولأصحابك فقبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقته ونادى على أصحابه هلموا فاكلوا ولم يأكل قال وهو ينظر من بعيد يراقب فلما لم يأكل قال الحمد لله هذه العلامة الأولى تحققتها فبعد جمع تمر آخر من أجرته ثم ذهب به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد انتقل من قبأ أول كان في قبأ جلسنا أيام في قبأ وهذه الصدقة أعطيها في قبأ ثم انتقل إلى المدينة فأخذت تمر وذهب به إلى المدينة وضعوا بين يدين النبي قال هذا تمر قد جمعته لكم هدية لكم فنادى لأصحابه أنهلموا فأكلوا وأكل معهم قال الحمد لله هذه العلامة الثانية وهو ينظر من بعيد فقال فقال عاقل علامة ثالثة وكان يلبس إزارا ويلبس رداء سيدنا سلمان يدور من بعيد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس كذا كان في مكان متسأ سيدنا سلمان يدور من بعيد قال لعله قليل يخرج له والنبي صلى الله عليه وسلم لا عنده الخبر لا عرفنا فهو ينحي ينحي رداء وهكذا ينحي حتى ما ظهر خاتم النبوة الذي هو مثل الزر الحجلة أبيض من اللبن وأشد طيبا من رائحة المسك وأليم من الحريب فلما رأى هذا خاتم النبوة فرأى العلامة الثالثة فحمد الله وأكب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبله كل هذا حياته كلها في البحث عن الحق والحقيقة فوفقه الله أنت بغت الحقيقة أعزم بصدق لكن أعزل حظك أعزل طمعك ولا تجعل في قلبك حقدا ولا حسدا لأحد يفقك الله للوجوء على الحق والمشي على الطريقة أو على الحقيقة نعم وأسلم ما شاء الله سيدنا سلمان وحسن إسلامه فكان من خيرة الصحابة حتى أكرمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة عظيمة فقال سلمان من أهل البيت سلمان من أهل البيت يعني الجينات الوراثية صارت سلمان من أهل البيت ما هو كلام فقط يعني الدم حقه صار أهل البيت رائحة صارت رائحة صارت رائحة أهل البيت سلمان من أهل البيت وهذه كلمة لا يقولها أي أحد يقول فلان خدموا قال سلمان لا يقوله أي أحد يقولها إلا من أعطاه الله المرتبة العليا والخلافة العظمى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم فأراد أحد يترجم حقه الكلام ما هو مترجم هنا كيف يحصل مترجم يتمنى يدن بغاو مترجم يترجم كلنا سلمان يا أبو يهودي يترجم كان يحرف الكلام يقلب الكلام يقول سلمان كذا قال يقول كذا سلمان يغير كلامه سلمان قال النبي حمد ما يقولها كذا سلمان يقول كذا قال خلاص أنت تفهم الفارسي لش تسألنا عادك النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه الله فهم اللغات كلها كل لغة يفهمها لكن أياب المترجم من اليهود لما يقامت الأسباب فلا لكن عند الحاجة أظهر نعمة الله سبحانه وتعالى ما شاء الله فأسلم سيدنا سلمان وكان من خيرة الصهر وأكرمها الله بأعظم بأعظم لقب وإضاء عليه النبي حمد أعظم موسام في قولي سلمان من أهل البيت حتى كان من شدة الفرح كذا أن يذوب أن يذوب ويكون منيا كما من شدة الفرح لما قال كذا يذوب عظامه تذوب ولحمه يذوب من شدة فرحه بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت وإلى اليوم والليلة معروف ألا فصار كل من قال كأنه سلمان أن يشدت محبته في أهل البيت قال سلمان فصار يضرب في كل مثال إنسان أخلص المحبة في أهل البيت فصار سلمانهم سواء بالمقال أو الحل نعم وفي شواهد النبوة لما جاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه فطلبة ترجمانا فأتى بتاجر من اليهود لأن يعرف الفارسية والعربية فما دحى سلمان النبي صلى الله عليه وسلم ودما اليهود بالفارسية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفارسي جاء ليلوذبنا فنزال جبريل وترجمه كالامة سلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهуди ذالك الذي ترجمه جبريل لليهود هذا الفرس جاء ليولوثنا يعني هم اليهود معروفين انهم مسخين صح مسخين كل خلق ذمين فيهم ما فيهم خلق حميد ابدا من زمان ذا هذا ريابة يلوثنا قال بيذكر مساوينا وعيوبنا عند هذا النبي فبدل اليهود الذنب الذي طرحه على اليهود صار مدح والمدح الذي اثنى فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوال ذنب سب عجيب على طول فنزل جبريل وترجم كلام سلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ذلك اي الذي ترجمه جبريل اليهود فقال اليهود يا محمد ان كنت تعرف الفرسية فما حاجتك الي فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت اعلمها قبل والان علمني جبريل او كما قال فقال اليهود يا محمد قد كنت قبل هذا قد كنت قبل هذا قد كنت قبل هذا اتهمك والان تحقق عندي انك رسول الله ان شاء الله اسلم اليهود المترجم هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام علم سلمان العربية سلمان هذا ما يعرف كيه عربية بدلا فقال قل له ليغمض عينيه هكذا يغمض عينيه ويفتح فاه عقا عمضيه هكذا ويفتع فاه ففعل سلمان فغمض عينيه وفتح فمه فتفل جبريل في فمه في فيه اي في فمه سيدنا سلمان فشرع سلمان يتكلم بالعرب الفصيح ليس فيه اي لكنة كأنه لم يكن الا قد عاش مع العرب من صغره وليس فيه اي لكنة للعجمة نعم هذه معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم هلا وإلا الغارة حتى لو جاهه صغير تكون فيه لكنة لابد حق العجمة هذه هلا لابد فيه لكنة هكذا الأجمة لكن هذا سيدنا سلمان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قصته كلها لما جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحكي لها يحكيه بقصته كيف راح من عالم علماء النصارى إلى عالم إلى عالم إلى أنت العالم الذي أرشده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقاله أمر يحكيها للصحابة وعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقصة وصارت قصة سلمان من أحسن القصص عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لهذا أكرمه الله بمدافعة النبي ومدافعة جبريل لما يترجم غلط كان النبي بغضه فإذا هو جبريل ينزل ويعلم الفارسية فصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المترجم فكانت معجزتين في يوم واحد إسلام سلمان وإسلمان ذلك اليهودي الذي كان يريد أن يترجم بغضا للنبي وبغضا لأصحاب النبي فصار أحب الخلق عنده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الأديان دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتشهد فدخل في الإسلام وعتنق الإسلام محبة في النبي محمد سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنام صلى الله عليه 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 وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مان غرسها قالوا أمار فقالعها وغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بياده فأطعمت من عمها وكلا إلا نخلا غرسها سلمان بياده قال الحلبي يحتمل أن كل من عمر و سلمان غرسها دي النخلا أحدهما قبل الأخر أو اشترك في غرسها قال سلمان فأد فأددت النخل وباكي علي المال فأطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة أي بيضة الدجاج أو الحمام من الذهب فقال ما فعل الفارسي فدعيت له فقال خدها دهي فأددها عما عليك يا سلمان قلت وأين تقع هده يا رسول الله مما عليك فقال لبها على لسانه صلى الله عليه وسلم ثم قال خدها فإن الله سيأتي بها أنك فأخدها فوزند لهم منها والذي نفس سلمان بيته أربعين أوكية فأوفيتهم حقهم وبكي عندي مثل ما عطيتهم وإلى هذه القصة عشر صاحب الهمزية بقوله ووفى قدر بيضة من نظاري دين سلمان حين حان الوفاء كان يدأكنا سلمان فأؤتك لما لما أين أت من نخله الإكناء أفلا تأذرون سلمان لما أن عارده من دبره العرواء هذا قصيدة الهمزية ما شاء الله قصيدة عظيمة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بل أبلغ من البردة له البردة وله الهمزية بصير قال سلمان وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يقتني نعم ثم لم يقتني أي لم يتخلف عن مشهد من المشاهد كل الغزوات حضارها بعد ذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فشهد الخندق ولم يقتني بعد ذلك ولم يفتني ولم يفتني بعد أن أسلم سيدنا سلمان لم يفت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مشهد ثم لم يفتني معه مشهد وكل شهد بدرا وأحدا قبل أن يؤتك أي وهو مكاتب فيكونو أول مشاهده الخندق بعد ذلك وكلا شغلا أما قبله بالريق ووكافي بعد الريوية في قصة سلمان زيادة ونقص والذي تقدم هو أصح الريوية قال الحلبي في السيره أنت أمير وهو يجري عليك رزقك فقال إني أحب أن أكل من عمل يدي وربما شر اللحم وطبخه ودأ المجذومين فأكلوا معه رضي الله اختلف في عمر سيدنا سلمان قال وقال مئة وعشرين عشتين في الإسلام وستين بعد الإسلام وقال مئتين وخمسين سنة حتى حضر الفتوحات الإسلامية وفتوحات المدائن الذي كان هو منها المدائن هذه بلاد فارس فولي عليها صار أميرا على المدائن أي صار هو الحاكم فيها بعد أن خرجها هاربا منها صار حاكما فيها رضي الله تعالى عنه وأرضه ما استطاع في بداية الإسلام وهو هاجر لأجل الإسلام بسبب أنه خدع وصار بيع على أنه رقيق وهو ليس برقيق فشغل عن أعمال الرق ولم يعلم بأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا لم يستطع حتى وقع إسلامه بعد أن تحقق العلامات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإسلامه ثم قال له كاتب صاحبك هذا الذي هو سيدك كاتبه الكتاب يعني طلب منه أن يكاتبك على مال معلوم ونجوم معلومة تؤديها له فطلب سلمان محاند شديد قال له ليس من المحبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال بقى وكاتبه فشدد عليه في الكتابة حتى طلب منه ثلاثمائة نخلة يغرسها وأربعين أوقية من الذهب شيء كثير هذا ولا يعتق حتى تخرف عنها تأتي بثمرها تلك النخلة ومعلومة النخل ما يأتي ما يزرع ثم يأتي رصب في الحال حتى تمضي عليه سنوات فلما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كاتبته على ثلاثمائة ودي الودي الفسيل من النخل الصغير وأربعين أوقية فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تجمعت من الودي أي صغار له النخلة هذه ثلاثمائة فقال خلاص كم أولت يا سلمان روح الآن احفر الحفرة شوف الأرض الذي بقاها تزرع في أي مكان فراح يحفر حفر ثلاثمائة حفرة قال لا تضع شيء من الودي الفسيل هذا أي صغار النخل حتى أضعها بنفسي أكون أنا الواضع لها مرحبا فجاء فكان يأخذ يناول النخلة فيضعها بيده الشريمة ويدفنها ثم يدفنها حتى غرس ثلاثمائة نخلة وكلها التي غرسها نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبرت وأينعت وأثمرت في عامها معجزة له صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال إلا نخلة واحدة غرس سيدنا عمر ما أثمرت ما بيعتك سيدنا سلمان لذا أثمرت ثلاثمائة إلا واحدة ما بيعتك وفي رواية سيدنا سلمان غرسها بيده وفي رواية أنه اشترك اشتهد من غرس هذه؟ قال هذا عمر فأخرجها حفرها وأخرجها ثم وضعها ثاني مرة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فأثمرت من عامها معجزة له صلى الله عليه وسلم بقى أربعين أوقية فجاء من شيء من المال بيت المال قدر بيضة بيضة حق الحمامة من الذهب قال خذ هذه أعطها في الجين حقه قال إيش هذه؟ أربعين أوقية كما هذه عاشر مرات إيش بيقى هذه؟ قليلة قال خذها فأقلبها بي لساني أي طرح لسانه عليها الشريفة صلى الله عليه وسلم قال هدها سيوفيها الله عنك فأخذها ثم بعد ذلك قال يالله تعال كم حقه؟ أربعين أوقية طرحوا الميزان فطرحت الميزان فأخرجت من هذه البيضة الصغيرة من الذهب أربعين أوقية وزادت قال معي أربعين أوقية من هذه البيضة أعطيتهم أربعين أوقية وبقيت معي أربعين أوقية البيضة هذه متزن حتى ثلاثة وقيل لكن معجزا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعتق سلمان الحمد لله صار حرا وبعد ذلك لم يترك محفلا ولا مشهدا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى ان انتقل النبي محمد للرفيق الاعلى ودخل في الفتوحات الاسلامية كلها وشارك فيها حتى اميرا من امراء المدائن اي بلاد فارس الذي خرج منها هاربا صار اميرا فيها وعاش عمرا طويل حميدا وكان من علماء الصحابة وفضلائهم وزهادهم وكان عنده المال الكثير الى في كل سنة خمسة الاف الى دينار كلها ما يتأتي سنة ومعه شيء منها يتصدق بها في سبيل الله وكان من ورعه وحرصه وزهده لا يأكل الا من كسب يده انا يعمل اشياء بسيطة هكذا عمال اليدوية ثم يبيعها خوص النخل هذا يعمل منه حصير يعمل منه سجادة خوص النخل يعمل هكذا ثم يبيعه وهو امير يعني رئيس المدائن كان ما كان يأكل من بيت المال انا نعم لشياء كذا انت امير انت قال لماذا تأكل من بيت المال قال احب ان اأكل من عملي يدي انا نعم وكان يقوم بحاجتي بنفسه ويخدم نفسه ويخدم حتى الفقر والمساكين وكان يأكل يطبخ الطعام ثم يقديمه للفقر والمساكين وينزل بنفسه يأكل معه وهو امير المدائن رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو سلمان اهل البيت الله يجعلنا وإياكم من محبين البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفقين لخدمتهم ويفقنا لكل ما يرضيه عننا وجدمنا كل ما يصدر عننا ويحيينا مسلمين مؤمنين ويميتنا مؤمنين يا رب العالمين مصدقين كل ما جاء به نبينا محمد الرؤوف الرحيم ويحشرنا في زمرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزون مسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي يا رحمة الله وليم على الضالين آمن صلي وسلم وليم على الضالين وليم على الضالين ويا حيولي يا أخي ويا رحمة الله 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 اشتركوا في القناة